السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كاملا بخير وعلى خير وبالصحة جيدة يا رب العالمين متتبعاتي كريمات دايما ما زلنا معا منحة الجزائفية لتضامن ومنحة المرأة الماكدة في البيت ما زل ما فهمتوش وما زلوا نسا يتسائلوا بزيب بزيب يعني وانا خرج يعنينا نقام يتكلموا على منحة الجزائفية جديدة وما زل ما مش عارفه مش يعني وش هي ولم من شكل هما اللي مستفادين منها ويسألوا رح وين يسجلوا وين نحاول دايما نفهمكم نتكلم منكم بالدرجة باش تفهموني ونحاول نزيد نوضحكم أمور يعني جاتني في الكومنتير بزيب أسئلة نحاول نوضحكم تبعوا معايا فقط كما تعرفوا منحة الباطالة هي قل من ربعين سنة يعني عندهم منحة الباطالة فوق ربعين سنة حتى الستين سنة عندهم هذه المنحة لكن مش كامل لازم شورط تتوفر فيهم باش يدوا هذا المنحة الجزافية للتضامن كما قلتكم عندي تساؤلات حول هذا المنحة وكثير من النساء يعني يحاولوا يسجلوا فيه وسهم بلا ما يفهموا رح نعاود نفهمكم ونتكلمكم بالدرجة باش تفهموني أولا هذا المنحة كانت مقبل فقط كانت ثمية الف ورفعوها وزادوا فقط خصوا بها فئات يعني زادوا لها فئات طولهم هذا المنحة فئات اجتماعية جديدة وما عندهش علاقة بالمرأة المكثة في البيت اكيد المرأة المكثة في البيت رأي 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 على طاولة رئيس الجمهورية وان شاء الله المرأة الجياء تكون عندنا المرأة مكثة في البيت ملحة تحا سوف يطبق في الوعود عن رئيس الجمهورية وإن شاء الله هذه المنحة هذه المنحة مازال مخرج عليها والو ومازال حتى قارار عليها هذه المنحة الجزافية لتضامن يعني شكون اللي راح يستفاد منها أولا نقول لكم لمعدومي الدخل يعني اللي ما يخدموش خلاص ما عندهم حتى دخل ما عندهم حتى دخلوا شهرية ولا خدمة ثانيا ربة البيت يعني قالوا أقل من 60 سنة يعني ربة البيت مش لازم تكون الأم مهم ربة البيت مثلا أعطيكم مثلا تكون زعماء والأم والأب توفى ويكونوا فقارة وخلّوا بنتهم هي اللي تراعي الأولاد هذو الصغير اللي يخلّوهم هذيك تكون ربة البيت يعني إذا كان ما عندها حتى دخل تكون أقل من 60 سنة يعني ستدّير هذا الملحة وتدّيها وتكون هي مسؤولة عليهم ويكون هما ثاني أقل من 18 سنة هذو كل الأخوان توحى هو ربة البيت ولا رب العائلة رب العائلة ثاني إذا كان رب العائلة عاجز بدنيا عن العمل يعني ما يقدرش يخدم وعنده أولاد أكيد هذا معني بالملحة المرأة ربة العائلة البالغة من العمر أقل من 60 سنة وبدون دخل هذه قد تكون معنية بالأمر يعني معنية بالملحة الأشخاص البالغون من العمر 60 سنة قالوا الأشخاص يعني مرأة ولا رجل يعني ما قالوش إذا في زوج المرأة والراجل الأشخاص البالغون 60 سنة فما فوق يعني فوق 60 سنة ما نقولوا إحنا العجايز فوق 60 سنة يعني ما يكونش موضوعين في مؤسسة متخصصة مسؤولة عليهم يعني ما يكونوش في دار العجزة ولا أي مؤسسة هكام مسؤولة عليهم يكونوا في بيتهم وما عندوش حتى ملحة ولا معاش ولا دخل ولا سورجوا ولا أي مرأة كما قلت لكم هذو معنيين بالمنحة كذلك إن أشخاص العاجزون والمصابون بداء عضال البني غلون من العمر 18 سنة فوق 18 سنة يكونوا عاجزون ومصابون أمراض بداء العضال ويعانون من مرض مزمن يسبب لهم العجز أو عندهم بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يكونوا معاقين فوق 18 سنة هذا الثاني معنيين بالمنحة الشخص الذي يعيش بمفرده دون عائلة من دون دخل يعني يكون إنسان كبير في العمر فوقت إنسانا ويعيش وعده ما عندوش عائلة ما عندوش سواء رجل ولا مرأة ما عندوش اللي يتكفل به ما عندوش اللي يعيله ما عندو حتى دخل ولا منحة ولا معاش سواء قطر كمراء ولا رجل نظر هذا ما عندنا عرفنا سوف يكون لي معنيين بالمنحة وهذا الملحة كما تعرفونها قليلا بزيب 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 إن شاء الله في المستقبل راح يزيدوا ونتكلموا عليها كما زادوا البطالة راح يزيدوا لهذا الملحة مبدئيا أعطي لكم سبعمائة تلف وكاين لديو مليون ومائتين كما ما تكفيش مع الغالة المعيشة و يعني ما تكفيش أكيد ما تكفيش ماشر حتى تتلبي نصف الطلابات إذا إن شاء الله والشروط اللي لازم بشتدي الملحة كاين شروط أن تكون جزائري أكيد مقيم بالجزائر طبعا وأن لا تكون لديهم أي دخل يعني معدومي الدخل ما تكون عندهم حتى منحة حتى مدخول حتى شهرية حتى والو ما عاشوا لا والو وكونوا معدومي الدخل هذا ما يستفادوا هذا ما الشروط تكون جزائري مقيم بالجزائر ما عندوش دخل هذا مكان المعوز نذهب الآن وين نسجل يعني وين نضع الملف التعناع نفهمكم نذهب نذهب إلى البلدية وين نسجل نذهب إلى البلدية المعقر سكنكم يعني وين تسكنت وحين البلدية كاين مكتب على النشاط الاجتماعي تضع الملف وتسألي أي سؤال كاين مكتب خاص وتسألي يفهمك وتعطيل الملف يجب أن تضع الملف لا يسأل الملف سأعطي الملف وصف الاجتماعي حتى تسألي تضع الملف ومعه وتحقيق الملف وإن شاء الله اذا كنت مقبولة سأنتصر بك ويأتي لك إن شاء الله الآن نرحل من الملف على الملحة الجزافية للتضامن AFCS الملف الذي وجده لدينا شهادة ميلاد أصلية شهادة عائلية في شواميديار وشهادة إقامة لدينا شهادة طبية تثبت العز عن العمل من الجهات المختصة بالنسبة للأمراض المزمنة وصورة شمسية لدينا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة عدم العمل كذلك تسريح شرفي يقدم من طرف مكتب الشبكة الاجتماعية إذن هذا كان الملف الذي نوجده نتمنى أن نوضحناكم الأمور ورانا فهمناكم إذن كما قلت لكم ومنحة البطالة ما عندها حتى علاقة مع هذا المنحة عفوا منحة المرأة الماكتة في البيت ما عندها حتى علاقة مع هذا المنحة منحة المرأة الماكتة في البيت إن شاء الله سيكون جائعا قريب وعود الرئيس ستتنفذ إن شاء الله وحدة بوحدة المرأة القادمة إن شاء الله نفرحوكم منحة المرأة الماكتة في البيت ومنحة البطالة قلتكم سنزيدوا فيها إن شاء الله من 2025 ستوصل حتى زوج ملايين تقارب زوج ملايين تكون مليون سبعمائة مليون وثمانمائة إن شاء الله وهذا المنحة المنحة الجزافية لتضامن إن شاء الله ثانية نطالبوا بها نطالبوا بش تزيدوا لها لأنه قليلة بزيب بزيب للقارب العاجة إن شاء الله 2026-2027 إن شاء الله ستوصل ل مدام البطالة زوج ملايين أكيد رح نزيدوا لهذه للفئة المنحة الجزافية لتضامن فئة المعوقين ومعدومي الدخل وأي سؤال نوجدين هنا أي سؤال نوجهوكم ونفهموكم أي سؤال حطوا هنا في الكومنتر فقط نرفعونا الفيديو ودلونا اشتراك بصمة ما تنسواش وأي سؤال كما قلتلكم مرانا وجدين باش نجاوبوكم إن شاء الله هنكونوا وفينا وكفينا إن شاء الله وفهمناكم خلونا بصمة ومع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله